طالب مئات المتظاهرين وسط بغداد بحقوق شهداء التظاهرات التي خرجت العام الماضي للمطالبة بإصلاح النظام السياسي وتوفير الخدمات وخلال وقفة احتجاجية نظمها المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد استذكاراً للتضحيات شهداء التظاهرات الشعبية التي دعت لإصلاح النظام وتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على الفساد الحكومي طالب المتظاهرون الجهات المعنية بإطلاق حقوق الشهداء وتحقيق ما خرجوا من أجله مؤكدين أن النظام السياسي ما يزال فاسداً والخدمات لم تتوفر ومعاناة المجتمع مع البطالة مستمرة وقفة احتجاجية بذكرى استشهاد شهداء المسيرات الاحتجاجية التي أتت بثمارها في سابق هذا العهد وكابينة نواب جديدة نعمل منها الخير وهذه الوقفة احتجاجية لضمان حقوق الشهداء الذين سقطوا في هذه المظاهرات شكراً لقناتكم نطالب أكيداً بالإصلاح العام الخدمات والهذا يصير الإصلاح يكون خدمات تجوياها في الإصلاح بالطبقة السياسية تكون طبقة مسؤولة طبقة تكون تضمير وتنظر لهذا الشعب بعين منظر الضمير لا أكثر ولا أقل نطالب من الحكومة العراقية ومن رئيس الوزراء ومن كل الشرفاء والمرجعيات الدينية بالتدخل لإنقاذ ما تبقى من الشعب العراقي إنقاذه من الظلم والظالمين والفساد والمفسدين فأنتم ترون بأم معينكم الفقر والجوع والجور وأبناء المسؤولين كيف يترفهون بالأموال والفقراء يباتون في الشوارع ترجمة نانسي قنقر